شباب اليوم أبوصي كام وصيّة كتاب الله إذا مزلنات نبيا فلا توفيق يا جيدان ولا دينان بغير أسلاحنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة الأخيرة من برنامجكم برنامج درس كما نرحب بالأخوة المشاركين معنا في هذه الحلقة أهلا وسهلا بكم نرحب أيضا بممثل قناة الريان في هذه الحلقة النهائية الشيخ أحمد البعانين أهلا وسهلا بك شيخ أحمد يا كله الشيخ معاذ وأنا سعيد الحقيقة أني أكون في الحلقة الأخيرة من برنامجكم الناجح مع عيالنا إن شاء الله الذي يتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في الحلقة الأخيرة إن شاء الله وموفقين إن شاء الله الله يزاك خير يا شيخ أحمد كما نرحب بلجنة التحكيم المستمرة معنا من أول البرنامج ألا وهم الشيخ يوسف عاشير أهلاً وسهلاً الشيخ يوسف أهلاً بك يا شيخ محادي مرحباً كما نرحب أيضاً بالشيخ محمد يحيى أهلاً وسهلاً الشيخ محمد أهلا فيك أخوة معاذة أحييك أحيي للحضور والأخوة المشاهدين الله يزاك خير طبعا نشكر المشايخ المتوجدين معنا في هذه الحلقة وعلى طيلة برنامج درس حكموا لنا المسابقات وحكموا لنا أداء الطلاب كما قيموا التلاوة وصححوها فنشكرهم ونقول لهم جزاكم الله خيرا كما نشكر أهالي الطلاب الذين ساهموا معنا في هذا البرنامج على حثهم الطلاب ومشاركتهم معنا في تلاواتهم المتميزة مشاهدين الكرام خلونا نشوف أحلى اللحظات اللي مرت علينا في هذا البرنامج كونوا معنا في التصفية الأولى تابعنا 34 مشتركا وفي كل حلقة كان المحكمون يستمعون للمشاركين ويعلقون على قراءتهم ويمنحونهم العلامة التي يستحقونها وبعد 17 حلقة وصلنا لنهاية التصفية الأولى بـ 18 متسابقا يحاولون بالمرحلة القادمة إن شاء الله القراءة أمام المحكمين ليحصلوا على العلامات التي تخولهم للوصول للتصفية النهائية والتي نحن في صددها الآن وبنهاية مشوارنا معكم وصلنا للمرحلة المنتظرة التصفية النهائية بعدما تبقى معنا أربعة متسابقين بهذه المرحلة سيتم تحديد ترتيبهم على حسب اجتهادهم وتقييم المحكمين لهم مشاهدين الكرام رجعنا لكم بعد ما شفنا أحلى اللحظات اللي مرت علينا خلال حلقات هذا البرنامج خلونا الآن نستمع لأولى التلاوات في هذه الحلقة مع الطالب عبدالله سعيد النابت بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يا عبدالله من أول سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أحسبك أحسن تبارك الله فيك عبد الله ونفع بك صوت جميل وقراه حسن عجيبوا بل عجيبوا أن جاءهم انتبه أن الحرف المدي هنا لواو أنه ما يخرج معها غنة همستاء المتحركة خففة شوي أئذا متنا وكنا ترابا مش تو تو يعني يصير الهمس عالي تو عساس أن تنتبه للفرق بل عجيب جاءهم فهم في أمر مريج انتمدت جاءهم أكثر من فيه معنى المقدار واحد فنتنتبه أنك تساوي بين المدود نفع الله بك وزادك من فضله مشاهدين الكرام دعونا الآن نستمع لثاني المشاركين في هذه الحلقة الختامية ألا وهو الطالب جابر يوسف التميمي أقرأ من قول الله تعالى يا جابر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى من سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ألا الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ألا هم مع الله بل هم قوم يعدنون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ألا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ألا هم مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أسبك بارك الله فيك جابر على القراءة الطيبة صوت الجميل قرأت الله بالتسهيل وهذا وجه صحيح وهو الذي ذكره أيضا صاحب التذكرة الذي أصل الشاطبية له وهناك وجه آخر وهو الإبدال وعلى أن يمد يعني ست حركات وأكثر الناس يقرون بالإبدال يعني أحييك أن قريت بوجه التسهيل على أساس يبيل الناس أن هناك وجه آخر وهو تسهيل الهمزة حدائق قلت عليها بالقلقلة انتبه لهذا والمضطر المضطر يبتطى الضاد جيدة كانت ومتازة بعكس الأرض فضاد الأرض نفس ضاء المضطر والله يبارك فيك على القراءة الطيبة بوفقك ويخليك من الفائزين إن شاء الله دوم مشاهدينا الكرام دعونا الآن نستمع للمشارك الثالث في هذه الحلقة مع الطالب أحمد عبدان المري اقرأ أحمد من أول سورة التحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عشى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن حسبك أحمد بارك الله فيك نحن نريد أن نتكمل الآية لكن ننتبه قليلا أنا بس ما عندي كثير ملاحظات ما شاء الله صوتك جميل وعندي بس ملاحظة على إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هذه معطوفات على خبر فالوصل فيها أولى من القطع إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين إن الله مولاه وجبريل مولاه وصالح المؤمنين مولاه صلى الله عليه وسلم فإذن ننتبه للوقوف والابتداء لكن ملاحظات أخرى على الحروف يعني ما جاء في بالي شيء ومش ضروري أني أقول أنه في خطأ إذا ما أسمعت خطأ بارك الله فيك بارك الله مشاهدينا الكرام دعونا الآن نستمع لآخر المشاركين في حلقتنا الختامية ألا وهو الطالب إبراهيم اليوسف إبراهيم أقرأ من قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ من سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجباه المتكبر سبحان الله عما يشركون أسبوك يا إبراهيم الله أعطيك العافية قراءة جميلة وصوت جميل الله يبارك فيك بعض الملاحظات البسيطة تنتبه في تفخيم الغنة عند الحروف المفخمة يعني كأنك بتلفظ الحرف تمام؟ ولتنظر الآن تهيئ اللسان للنطق بالضاء فيرتفع أقصى اللسان وهتفخم الغنة عليها تمام؟ ملاحظة الثانية حاول الضم الشفتين عند الواو وعند الضم يقول لك وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم هذا الإمام الطيبي يقول قال وإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محقق بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم فأنتبه يعني فأسيقون تحقق ضم أنفسهم تحقق ضم الشفتين على أساس تكتمل معنا كل الحركات ومعدي ملاحظات ثانية الله يبارك فيك يوافقك وخليك من الفائزين إن شاء الله دونه يعطيك العافية الله يزايا مشاهدينا الكرام بعدما استمعنا لهذه التلاوات الطيبة وهذه التعليقات المفيدة والمتميزة من المشايخ الكرام دعونا الآن ننتقل لنستمع لأراء المشاركين معنا في هذه الحلقة مريت على ثلاث مراحل وتأهلت المرحلة الثانية من 18 طالب وبعدين تأهلت في المرحلة الثانية ورحت لمرحلة الثالثة والنهائية ومن أربع طلاب وإن شاء الله أقدم الأفضل وأكون من أكل الأول إن شاء الله البرنامج يطورني وقدم الأفضل لنا أنا والطلاب اللي معاي واستفدت من المشايخ الأغلاط وجزاكم الله خير والله ولي التوفيق الحمد لله اللي وفقني أن يتأهل المرحلة النهائية بفضله وإن شاء الله في هذه المرحلة أحاول أني أطبق بلاحظات الحكام اللي أعطوني إياها في المراحل السابقة ويتحسن أدائي وإن شاء الله أجيب المركز اللي أطمح له إن شاء الله أنا دخلت في المرحلة الأولى وكان معي مجموعة من الطلاب كنا 34 طالب ولاحظوا علي المشايخ بعض الملاحظات واستفدت منها وطورت نفسي والحمد لله تأهلت يا مرحلة الثانية وكنا 18 طالب وأيضا أعطوني بعض الملاحظات البسيطة يعني وصلحتها والحمد لله انتقلت يا مرحلة الثالثة واجم من الله التوفيق الحمد لله أنا تأهلت المرحلة النهائية وبالرغم أن هناك مسابقين أقوياء معي وإن شاء الله سأقدم مستوى أفضل في هذه المسابقة اللي هي المرحلة النهائية وأشكر المشايخ وجميع الطلاب المشاركين وكل عام وأنتم بخير أهلا وسهلا بكم من جديد وصلنا إلى ختام حلقات برنامج درس معنا في هذه الحلقة ممثل قناة الريان وظيف الشرف في هذه الحلقة ألا وهو الشيخ أحمد البعينين يلقي علينا كلمة بسيطة في ختام هذه الحلقة تفضل الشيخ أقول شكرا لجهودكم شيخ معاذ وأيضا أخوي الشيخ يوسف والشيخ محمد على أيضا خلال شهر رمضان أسعدتنا في هذه الأيام المباركة وأيضا عيالي بالحقيقة اللي الحقيقة مع القرآن اجتمعوا خلال هذا الشهر المبارك وهو في برنامج درس وبعد شوي إن شاء الله بنشوف الأول وأنا أقول كلكم إن شاء الله فايزين إن شاء الله وبالتوفيق زاكر الله خير الشيخ أحمد أيضا نشكر المشايخ اللي حكموا معنا حلقات هذا البرنامج ولهم جزيل الشكر ونقول لهم شكرا جزيلا ألا وهم الشيخ يوسف عاشير والشيخ محمد نأخذ منهم أيضا بعض الكلمات البسيطة في ختام هذه الحلقة الشيخ يوسف فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصف السلام على رسول الله أنا أقول حق الشباب الفائز حقيقة هو الفائز بأن يكون هذا القرآن قائد له إلى رضوان الله سبحانه وتعالى فإذا كان القرآن هذا حج لك فأنت فائز وإذا كان حج عليك فأنت يعني منت فائز وكلمة أخيرة أنا أقول لهم القرآن هذا يا شباب مثل البحر مهما غرفت منه ما يخلص فلا توقف أغرف منه قد ما تقدر نسأل الله سبحانه وتعالى لنعنه إياكم على طاعته الله يزاك خير الشيخ يوسف والله يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله نختم مع الشيخ محمد بن يحية يتحفنا ببعض الكلمات الله الرحمن الرحيم وشيء طبعا نشكر قناة الريان في مثل هذه المسابقات والله سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني يوم الناس يشوفون القرآن والتنافس في القرآن ويشوفون عندنا شباب بصغار في السن ومع ذلك يحفظون القرآن يحفظون كتاب الله عز وجل هذا لا شك أن يعني بيأثر فيهم إن شاء الله يعطيهم دافع كبير أن يتجهون إلى كتاب الله عز وجل ونقول لحق الأخوة المشاركين معانا أخلاص النية الله عز وجل شيء مهم جدا 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 لأن أول متسعر به من نار ثلاثة ذكر أول واحد منهم قارئ قرآن أو طالب علم وقال ليه قال قرأت لي وقال قارئ عشان فلان والناس يقولون أنا صوتي حلو عشان كذا فنتنبه ونخلص النية الله عز وجل الله يزاك خير الشيخ محمد مشاهدينا الكرام دعونا الآن نتعرف على المراكز الأولى التي أحرزت في هذا البرنامج نتعرف في البداية على ترتيب المراكز من الرابع إلى الأول فاز معنا بالمركز الرابع المشارك أحمد عبدان المري تفضلي أحمد تفضلي أحمد الفاز معنا بالمركز الثالث هو الطالب عبدالله سعيد النابت تفضلي عبدالله عبدالله أيضا راح يكرم من الشيخ أحمد البوعينين بشهادة تقدير زاد شيك مقدم من قناة الريان شكرا لأبو سعيد ببارك الله فيك إن شاء الله منها الأحسن إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله تكون ماتوا بإحسن إن شاء الله مبارك يا عبدالله فاز معنا بالمركز الثاني من أصغر المشاركين معنا في هذه المسابقة وهذا البرنامج في الصف السادس الابتدائي هو الطالب إبراهيم اليوسف تفضلي أبراهيم ببارك الله فيك إن شاء الله منها الأعلى إن شاء الله مبارك الله حيث أيضا الفائز القادم معنا هو جابر يوسف التميمي فاز معنا بالمركز الأول في هذا البرنامج تفضلي جابر ببارك الله فيك إن شاء الله وأتمنى أنك تستمر إن شاء الله على هذا المستوى إن شاء الله إن شاء الله أيضا حاز على شهادة تقدير وتيك مقدم من قناة الريان الحمد لله اللي وفقني المركز الأول مع قوة المنافسة والطلاب اللي معاي كلها بفضل ربي الحمد لله وأشكر القائمين على هذا البرنامج وقناة الريان المنافسة طبعا أعزائي المشاهدين كانت قوية خاصة بين المركز الأول والمركز الثاني كانت الفروق بينهم أقل من درجة لكن لا بد في النهاية أن يطلع معانا فائز أول وفائز ثاني لهم كل الشكر والتقدير وأداءهم بالفعل الجميع كان أداءه طيب ومتميز مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقات برنامج درس ونحن أيضا في آخر الليالي في شهر رمضان المبارك ولله سبحانه وتعالى في آخر ليلة من رمضان عتقاء كما أعتقى طوال هذا الشهر في كل ليالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النيران وأن يدخلنا أوسع الجنان وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه استمتعنا معكم في هذا الشهر المبارك طيلت حلقات برنامج درس ابقوا في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم أبوصيك أموصيك أموصيك كتاب الله اذا امزنات نبايا فلا توفيق يا جيدان ولا دينا ولا دينا بغير أصلحنا شكرا